يبتل الإنسان لأنه عبد فقير ولأن الله هو الغني الحميد العبد عبد والرب رب الملك ملكه والأرض أرضه والهواء الذي تستنشقه منه والدم الذي يجري في عروقك كذلك يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أخذ أحدهم وكان ممن ينظر إلى الحياة نظرة ضيقة كذا ما يبعد النظرة مو بعيدة كذا البيوز عنده ضارب أخذ بيد صاحبه يريه القصور والسيارات الفارهة والذهب المرصع ويقول أين كنا حين وزعت هذه الأرزاق صلافة وجلافة ووقاحة وسوء أدب مع الله يشوف كذا يقول أين كنا حين وزعت هذه الأرزاق فأخذ صاحبه بيده وذهب به إلى المستشفيات والأسرة البيضاء وقال له أين كنا حين وزعت هذه الأمراض أيها العبد ينبغي أن تعلم أنك عبد وتعلم أن نظرتك قاصرة سبحان الله الإنسان يطمئن يطمئن لما تعلم أن الذي وعدك بالشيء مثال والدك أو والدتك يعني غالبا جرى في العرف والحياة والأيام أن الوالدة إذا تقول لك بإذن الله سأعطيك هذا الشيء أنها لا تخلف وهي مخلوق ضعيف يموت فكيف بالحي الذي لا يموت نبتلى سأقول لك كلمة لأنها بسيطة نبتلى لأن هذه دنيا وليس جنة هذه يجعلها عزائك دائما اجعلها عزائك في أيامك وفي أحلك ظروفك وظرائك الله عز وجل جعل دار واحدة فقط لا نصب فيها ولا هم ولا حزن هي الجنة أما الباقي تبتلى لأنها ليست جنة هذه الأرض وثانيا تبتلى ليتمايز الصف لأن كل الناس في الصراء يقولوا إحنا طيبين والله أنا أموري كذا لكن لما يأتي البلاء تتمايز الصفوف بين صابر وبين جازع والأقدار ستجري تجري الأقدار ستجري تجري يعني خلاص هذا أمر الله جرى لن يرده الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الأنبياء أطهروا الناس أشرفهم أكملوهم جاءهم الابتلاء ليش؟ لأن هذه الدنيا هينة على الله لم يجعلها دار إقامة لكن في دار الجزاء دار الإقامة هناك لا نصب هناك لا تعب بل حتى لا نوم ليش لا نوم؟ لأنك جالس فقط تستمتع والنوم يفوت عليك فرصة الاستمتاع الأمر الآخر التصور الإنساني العام الإنسان هو يبتلى يطغى ما بالك إذا كان لا يبتلى الإنسان مرات تجده يعني رأاه استغنى كأن الحياة كلها بيده بعض الناس كذا يأتيه زكام يسقطه تؤتيه حم تضعفه يأتيه أي بلأ فيرهقه ليعيد له تعريف الإنسان من جديد أنت عبد ضعيف وتعلمون جميعاً لما صنعت السفينة التي قال عنها أصحابها أنها السفينة التي لا تقهر استدمت بجبل جليدي فغرقت بمن فيها